كم هي كثيرة النزاعات بين الناس على الحقوق والممتلكات وخير وسيلة لفض النزاع التحاكم إلى القضاة العادلين ومنهم أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يراه لأنه لم ينتقل من اليمن إلا في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان يعتز بدينه أكثر من قبيلته ووطنه قيل له ممن أنت قال ممن أنعم الله عليه بالإسلام وعدادي في كنده وأول من اكتشف موهبته في القضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث ساوم رجلا على فرس فركبه يجربه فانكسر الفرس فتحاكم إلى شريح فقال يا أمير المؤمنين خذ بما ابتعت أو رد كما أخذت قال عمر وهل القضاء إلا على هذا فصيره إلى الكوفة قاضيا كان من أعلم الناس بالقضاء وأحسنهم له ممارسة عن الشعبي قال كان شريح أعلمهم بالقضاء أقر رجل عند شريح ثم ذهب ينكر فقال شريح قد شاهد عليك ابن أخت خالتك يعني أنه أقر على نفسه فلا يقبل رجوعه عن الإقرار وكان لا ينخجع بحيل المحتالين قال الشعبي شهدت شريحا وجاءتهم رأة تخاصم رجلا فأرسلت عينيها فبكت فقلت أبا أمي ما أظنها إلا مظلومة فقال يا شعبي إن إخوتي يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون وكان يقضي بالحق ولا يجامل أحدا عن ابن سيرين كان إذا قيل لشريح كيف أصبحت قال أصبحت وشطر الناس علي غضاب يعني أن الذين يقضي عليهم يغضبون عليه وتحاكم إليه ابنه مرة في خصومة له مع قوم فقضى لخصومه عليه وقال له حين رجع إلى أهله يا بني والله لأنت أحب إلي من ملء الأرض مثلهم ولكن الله هو أعز علي منك ومن حرصه على سلامة الناس وكف الأذى عنهم أنه جعل ميازيب سطحه تصب في فناء داره ولم يخرجها إلى الطريق حتى لا يؤذى بها المارة من المسلمين توفي شريح بعد عمر مديد في ممارسة القضاء سنة ثمان وسبعين وقيل سنة ثمانين وهو ابن مئة وثمان سنين رحمه الله رحمة واسعة